ظاهرة خطيرة تفتك بالمجتمع العراقي وخصوصا المحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة ضعف الرقابة المخدرات آفة أصبحت تهدد حياة آلاف الشباب العراقيين خلال السنوات الأخيرة بعدما أصبح تهريبها ويدخالها إلى المدن سهلا لأن أغلبها يأتي من دول قريبة وحدودية مع العراق محافظة النجف شكلت فريق استخباراتي أكثر من سنتين تقبض على أكثر من مجرم وأكثر من شخص يتعاطى المخدرات وأكثر من تاجر الأغلبية اللي نقبض عليهم محافظة النجف هم أغلبية هم من محافظة ميسان ومحافظة الكوت ومحافظة البصرة وبهم المحافظة النجف اللي يتعاطون والتجار بس كلهم سيطر عليها من محافظة النجف بس هذا الدخول هو يعزز أنه عدم وجود رقابة حقيقية للدولة العراقية وعدم وجود رقابة حقيقية مراقبون حذروا من انتشارها بشكل أكبر في المجتمع وطالبوا الحكومة بتجديد الإجراءات القانونية على المتاجرين بها إضافة إلى ضبط الحدود ومنع عمليات التهريب وملاحقة المتعاملين بها يضاف إلى ذلك فتح مراكز صحية لمعالجة المتعاطين لهذه المواد الخطرة تمهيداً لعودة دمجهم بالمجتمع دخلة المخدرات طبعاً من مختلف دول دخلة العراق موانئ البصرة الحدود العراقية المفتوحة بدون رقابة إلى أن وصلوا إلى مرحلة شافوا المخدرات بدأت تهتك بالمجتمع العراقي سببت كثير من الجرائم جرائم قتل هي نهاية المخدرات شنوه هو فصل العقل فبالتالي كل شيء يسوي مرة يحرق نفسه مرة يحرق أهله مطالباتنا نحن كشباب كأشخاص اللي هم دور بالمجتمع بالتأكيد الدولة عليها عاتق كبير جداً في قضية محاربتها وأيضاً في الجانب الآخر في قضية فتح مراكز لعلاج المتعاطي السعي لجذب اللي يتعاطى بفترة زمنية قليلة جداً لأن ترك هؤلاء الأشخاص لآفات المخدرات لتجار اللي يتاجرون وهدفهم فقط المال وهدفهم والبشرية بالتأكيد راح تكون العواقب وخيمة جداً والمستقبل راح يكون مجهول هافتون خطيرات تنتشر في المجتمع كانتشار النار في الهشيم وسط مطالبات للحكومة بتدارو كل أمر قبل أن يزداد الوضع خطورة وتصعب السيطرة عليه من النجف طهر العساف قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر